المترجم للقناة المترجم للقناة في بعض الأحيان تسقط الأمطار بغزارة أو تهب رياح قوية فتسقط هذه الأزهار للأسف دون أن تكمل دورة حياتها ذلك أنها ضعيفة جداً يعني بمجرد أنك تلمس الزهرة تبدأ تساقط منها الأوراق هذه هذه الأزهار تتفتح في فترات أو في فترة حرجة جداً يكون النحل يكون فيها ضعيف إلى درجة كبيرة جداً وما يكونش عنده مصادر رحقية قوية لذلك فهذه الزهرة عندما تزهر خاصة أنها مش نبتة أو عشبة وإنما هي شجرة فيتتفتح بقوة وتعطيه أمل في حياة أفضل وفي انطلاقة أقوى طبعاً هذه الزهرة تعطينا عسل ولكنه مر فيما أعتقد يعني مش عسل حلو كما هو معروف أو معلوف لكنها رغم ذلك كما أقلت لكم تعطي الأمل الكبير للنحل من أجل أنه ينطلق ويعيش حياة كريمة لاحظوا ما شاء الله كم هي جميلة هذه الأزهار إن شاء الله جميلة جميلة بحق الآن رنف حوالي الساعة العاشرة صباحاً والبرد روش شديد على كل حال والسماء ري ملبدة بسحب كما تشاهدون ولكن رغم ذلك لم يخلو الجو من نحلات هكذا ترعى على هذه الأزهار وتقتاته منها طبعاً هي في غاية من السعادة والفارح والحبور بهذه النعمة ما شاء الله لاحظوا هذه النحلة ها هنا تقوم بالرأي على هذه الزهرة في نحلات أخرى كثيرة جداً المهم أنا مشرحاً طول عليكم أترككم مع هذه المشاهد الجميلة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وقبل أن أختم اليوم هو يوم 18 جنوبي 2020 سلام